سيد مجدي عبد العزيز في العاصمة القاهرة في الصراع السوداني لماذا يلقي كل طرف باللائمة على الطرف الآخر بأنه هو السبب في عدم تجديد اتفاق وقف اطلاق النار شكرا جزيلا التحية لك حسين والتحية لمشاهدي قناة الغد والتحية لضيفك من واشنطن سعادة السفير دكتور نور الدين ساتي ساتي أولا أود أن أشير أن التوصيف بتعليق وفد الدولة السودانية للتفاوض بالانسحاب هو غير دقيق وفد الحكومة السودانية حينما قدم إلى جدة ووقع على اتفاق جدة الذي سمي وقف اطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية هذا الاتفاق كان به بنود محددة صحيح على رأسها وقف اطلاق النار لكن هناك بنود محددة وواضحة وتوقيع وفد الميليشيا المتمردة عليه هو الاعتراف بهذه البنود وعلى رأسها بعد أن اكتملت القوات المسلحة مهاما الأساسية في دحر التمرد ذهبت هذه الميليشيا المتمردة للتحصم بداخل المستشفيات وفي بيوت الناس ومارسة الاغتصاب والنهب والسلب كل هذه هي البنود التي تم الاتفاق عليها في جدة وهي واجبة التنفيذ وواجبة النفاذ لذلك بعد الهدنة الأولى ثم جاءت الهدنة الثانية ثم جاءت تقييم الوسطاء كان لابد لوفد الحكومة الدولة السودانية أن يعلق لحين إجبار هذه الميليشيا المتمردة أو أن توسع الوساطة في آلياتها للرقابة أو اتخاذ وسائل أخرى لتنفيذ هذه البنود لذلك هذا الأمر واقع وربما جاء كثير من المحللين يقولون بأن دخول الولايات المتحدة الآن إلى مرحلة العقوبات وهنا أستلف عبارة سفيرنا في واشنطن الذي قال كيف تكون وسيطا وتحمل الكرباج أولى هذه المشاكل الأساسية هي مساواة جيش الدولة الدستوري والرسمي بميليشيا تمردت عليه ومارست انتهاكات للحرب ومارست انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وهذه الشواهد ليست من قول القوات المسلحة إنما هي من تعبير المواطنين أنفسهم وسائل التواصل الكمالي والسوشال ميليا ترفع الفيديوهات والصور وهذه الانتهاكات ولكن أليست هذه العقوبات الأمريكية يمكن النظر إليها في الناحية الأخرى على أنها ورقة ضغط كبيرة في يد واشنطن ربما نحلل أيضا أن الولايات المتحدة هي دولة كبرى ولها مصالح في السودان وهي صاحبة نظرية الاحتواء المزدوج والمسارات المتوازية وبعض المحللين قالوا بالدرجة الأولى ليس هدف الولايات المتحدة هو إيقاف الحرب وتحقيق السلام إنما قيادة المشهد نحو تحقيق مصالحها وتنفيذ ما تريده في السودان بهتين الدفتين هذه هي قراءات لكن الواقع كما قلت لك يقول أنا أعتقد أنه الآن التهديد بفشل مفاوضات جدة هي هذه العقوبات الأمريكية هي المساواة وشيء أساسي ومحوري أساسي جدا هو كيف أنك تكيل بمكالين في تجارب أخرى ألا تصنف هذه الميليشيا المتمردة بمنظمة إرهابية وهي تمارس نفس الممارسات التي ممارسها الحوثي في اليمن ومورثت في لبنان ومورثت في سوريا في كثير جدا من الدول التي سرعان ما تم توصيفها بأنها منظمات إرهابية كثير أيضا من التحليل يقول بأن مثل هذا المنحة هو محاولة لإنقاذ الدعم السريع على الأقل في تكوين نسخة سياسية جديدة للمشهد القادم بعد أن تأكد تماما أن القوى الصلبة للدعم السريع قد كسرت وأن ظهر التمرد قد كسر تماما وإنما الآن هو كما يقولون هو اللعب على الأوراق وعلى الملفات السياسية أعتقد القوات المسلحة ستقوم بواجبها كاملا وأعتقد أنها أيضا ستستجيف في إطار ما قاله مفاوضوها بأن لديهم مصفوفة لتنفيذ اتفاق جدة الموقع حيث الآن هناك بيان جديد البيان الجديد على ماذا يدعو إلى ماذا يدعو هناك بنود لم تنفذ ما الجديد الذي سيقدم في مفاوضات يعني يدعى لها من جديد مفاوضة في المفاوضات الجديدة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر